أعود على طائبها بخير الدنيا والآخرة فعن أعرفت موهما عاشر المؤمنين ما هذه الفضيلة الأظيمة إنه حضور مجالس العلم والنكر إنه حضور مجالس العلم والنكر قال حق سبحانه وتعالى واصدر نفسك مع الذين يدعون ربهم واصدر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون أك ولا تعد عيناك عنه ولا تعد عيناك عنه تريد زينة الأياة الدنيا ولا تضع من أغذرنا قلبه عن ذكرنا واتبع أواه وكان أمره فرقا معاشر المؤمنين من صفائل هذه المجالس العظيمة مجالس العلم والذكر أنها مجالس الملائكة إنها مجالس الملائكة في الصحيحين من حديثها في عرية رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إن لله ملائكة يطوصون في الطاق ولتنسون إلى النكر ملائكة ملائكة تبحث عن نكر الله تستمع لك أيها المؤمنين أي فضيلة هونه ملائكة الرحمن تحضر عندك تستمع لذكر الله سبحانه وتعالى فإذا وجدوا حقة نادى بردهم ضعفا هنضوا إلى بغيتكم فتأتي الملائكة فتحفه وتحفه أي تضوضهم من جميع الجهة حتى تصل الملائكة إلى سماء الدنيا لا إله إلا الله فياله من فضل عظيم ومن فضل هذه المجالس مجالس العلم والنكر أن الله سبحانه وتعالى يباهي بها الملائكة في صحيح المسلم لعرف أبي سبيل الخن رضي الله عنه وإردوه أن آغات رضي الله عنه مجمعين أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم خرج على أصحابه وهم دراف فقالوا ما أجلسكم قالوا ما أجلسنا نذكر الله ونحمدوا أن هدانا للإسلام قال الله ما أجلسكم إلا هذا قالوا الله ما أجلسنا إلا هذا قالوا ما إني ما استحرفتكم تهمة لكم ولكن لأن جبريل أتاني فقال إن الله إن الله يباهي بكل الملائكة لا إله إلا الله الله يباهي بأصحاب نجالس العلم والذكر الملائكة ما معنى يباهي أي أن الله سبحانه وتعالى يضني عليهم عند الملائكة يبين صرهم عند الملائكة يبين حسنهم عند الملائكة إن الله يباهي بكم الملائكة مجالسهم الملائكة الله يباهي بهم الملائكة وضعوا الناس أصحاب ربنا نسأل الله السلامة والعافية فما مجالسهم مجالس الشيطان كما قال الله ومن يعش عن ذكر الرحمن ومن يعش عن ذكر الرحمن مطيض له شيطانا فهو له طريق يقش يغفل يؤمن عندك الله عند الجارس العلم المحتوى والمشتملة على ذكر الله سبحانه وتعالى ومن فضائلها من فضائل هذه المجالس العظيمة ما عشوا المؤمنين أن نفسنا السكينة والطمانينة والراحة الذين آمنوا وتطمئن قلبهم بلك الله أنا بلك الله تطمئن ومن رؤون لا هم لا هم يستمع إلى آية وحديث أي نعمة هذه ومن فضائلها معاشر المؤمنين على الله ينزل السكينة وينزل الرحمة الشاف ودعصهم الملائكة وينقاهم الله في ملعينة في صحيح وشر من حبيث يأتي هريرة رضي الله عنه طلب ورسول الله صلى الله عليه ورحمة آله وسلم نتنع قامل في بيت من قلات الله يترون كتاب الله ويتدارسونه في مدينهم إلا أن نزلت عليه مستكينة ورشيكهم الرحمة وحفتتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده من فضائلها معاشر المؤمنين أنه لا يوفق إليها إلا من أراد الله به خيرا من أراد الله به خير ساقه الله ووفقه الله وشرح الله صدره في الصحيح من حبيث مؤاوية رضي الله عنه قال قال أصول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم من يرد الله به خيرا يفقه في الدين والذي لا يرد الله به خيرا يصرفه من يرد الله به خيرا يفقه في الدين من فضائلها معاشر المؤمنين بأنها سبب من أسباب البصد قال عليه الصلاة والسلام للذي جاء يشكرها بأنه لا يعمل معه وهو جالس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لعلك ترزق بسببه لعلك ترزق بهذه المجالس ترزق العافية والخير في أهلك ونفسك ومالك وولدك اللهم اجعلنا من أصحاب هذه المجال الحمد لله على إحتانه وشهر الله على صزينه واندنانه أشهد أن لا الله إلا الله تعظيما لشأنه وأشهد أن محمد عبده ورسول التاعي إلى لغانه أمة الإسلام من بطالها العظيمة أنها سبب لمغصرة النمو سبب لمغصرة النمو يا عباد الله والصريحين من حديث أبي هرية رضي الله عنه أن الله عز وجل يقال في نهاية المجلس مجلس العلم والذكر أشهدكم يخطب ملائكة أشهدكم أني قد غفرت لهم أشهدكم أني قد غفرت لهم قالوا لكم من البلائكة يا روى إن فيهم فلانا إن بجاء لحاجة قالهم أرقون لا يخطى بهم جلسهم إن تلك الرفق الأظيم الصالحة ذلك المجلس الأمور لا يشقى أحد جلس معهم أرقل يغفر له هو أرقل لا يشقى بهم جلسهم ألا وإن مما يستأنس به معاشر المؤمنين هذه الهادة وهذه القصة أرفعت ورقة إلى أحد المشايد المعروفين أحدهم يلكل قصة فيها فلما رأى قصة لم يدرعها على الناس حتى إذا انتهى من درسه نظرا وساد عن صالب هذه الورقة فإذا به يرى رجلا من أهل الثقة والخير يعرفه فعدت بها وذلك ملخصها إليكم معاشر المؤمنين يقول أحدهم كان هناك مسجد قريب منا وكنت أعبر الدروس والمحاضرة وكان لي أحد لا يهتم بذلك ولا يغفر بذلك راسا كلما دعوا كفر الحضور يا أبا يذهب التماشي هنا وهنا حتى إذا لم يجد تمشية قاعد في البيت ولا يخرج إلى بيت الله وعنده تهار في الصلوات يقدم ويواخر يقول في ذلك يوم كنت في أهل المحاضرة وكنت في الشفوف الأولى فإذا بأخي يحتاج السيارة لأمر داهمه فقيل له بأن السيارة مع أغيه أي مشاعها فذهب إلى هناك وتخط الصفوف وكاد المسجد منتلئا فلما وصل إلى أخيه وأخذ منه المفتاح استعيى أن يقوم أمام الناس ويخد فجلس مكانه فإذا بعد لحظاته بعد وقت قصير أذب المؤدل لصلاة العشاء فصلى معهم ثم أخرج إلى البيت ونام تلك الليلة فقام مستدرا مبكرا شرع الله صدرا نهب إلى المسجد فصلى فنام قليلا ثم أخذ سيارته وذهب البرش في الجامعة فقدر الله عليه حادثا ومات رئمه الله وإذا بأخيه بعد أيام يرى أخاه في المنام فإذا هو في أحسن حاله وفي أحسن ما يقوم فتعجب هذا الأخ وقال كيف أنت كيف حصلت على هذا ألم تكن عندك كذا وكذا قال يا أخي قال يا أخي رفروه بسبب ذلك المجلس بسبب ذلك المجلس الذي جلسته معك في آقل المحاضرة أمة الإسلام قوم مغفورا لكم يا له من فضل عظيم ضيعه كثير من الناس ضيعه وغفنوا عن تلك المجالس واشغلهم الشيطة بمشارك لكنها النهاية سوف يتركون تلك المشارك كلها خلف دهورهم يتجه من الضبور بعد ذلك يضع أحدهم لما اشتدت به المرض الشديد والله ما قم أنني إلا عندما تذكرت لأني من أهل مجالس الذكر وتذكرت قال الله أنا مغفورا لكم قوموا مغفورا لكم لما تذكرت لالك مع أن لي أعمال كثيرة لكن هذا الذي ظهر أمامي هذا الذي ظهر أمامي وأنا في المرض الشديد يقول فشعرت بالضمانينة وشعرت بالروح يا له من أجل عظيم فاتعا تثير من الناس أشغلهم إبليس وأشغلتهم الدولة ويغنى عبد الظالم على يديه يقول يا لتن اتخذت مع الرسول السبيله يضع يترى ليتليل واتخذ فرادا الخليلا لقد أضع الذي عن التكر بعد إمكانك فكان الشيطان إنسانك خذونا كل ما أراد يحفر كل ما أراد ياتي فأنا بالشيطان نضح المشاريع وأطرح الفكرة وأطرح الشيط وأطرح اليوم وأنا مشغول وأنا ذاهب وأنا عنده وأنا 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 يا أمة الإسلام كلها نصيفا كلها نزلت حكم ونرحب إلى الله نكفرنا نرحب إلى الله تاركيك الدنيا ومشاغلها كمشي الضبور من أصحاب نرحنا والسفرية والدجار وأصحاب العبار والمعار والسجرة والمشاريخ والموارد لا ما كان يتوقف جواله ما كان يتوقف جواله هذا يتصد ويعود على هذا وصل منزله حب إرفع حاسبه وفي محايا يتوقون أغير تفوت ونردهم لا ينهى أن يتوق العقل له ولكن ولكن وقت تصير وقت تصير دبوات معدودة من ساعات نقليها مع الدنيا من ساعات نقليها مع الدنيا ولكن الموصدق من وصدق الله هي هدهة من الله المسادة توفيق من الله ما كل الناس وفقهم ما كل الناس وفقهم الموفق من وفقه الله ولنحرم من حانه الله اللهم لا تحنها هذه المجالس مجالس الزكب اللهم لا تحنها حتى نرىك يا أكبر الأكوانين ويا أرحم الراحمين اللهم جعبنا لنا نزلت عليهم مستخينة ورشيةهم الرحمة ورحمة الله الملائكة ونكردهم نمتك في الملائه العلاء اللهم حكمك عن فراجر ونبقل نسرق ورحمة الله الملح ورحمة الله الملح ورحمة الله المسلمين ورحمة الله ورحمة الله الحمد لله والسلام على رسول الله وعلى آله وفحبه أجمعي أما بعد ترجمة نانسي قنقر 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 نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر نانسي قنقر ترجمة 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 نانسي قنقر نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر 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 نانسي قنقر